تعد زيارة رئيس الوزراء العراق حيدر العبادي للرياض بعد تلبية لدعوة خادم الحرميذ شريفين الملك سلمان بن عبد العزيز هي بداية عودة العلاقات السعودية العراقية بعد فتور من التواصل بين البلدين الزيارة التي أكد خلالها الجانبان على ما يربط الرياض وبغداد من علاقة الأخوة والجوار وأواصل القربة والبصير المشترك عقب هذا إقرار مجلس الوزراء السعودي على تأسيس مجلس تنسيقي بين البلدين للارتقاء بالعلاقات إلى المستوى الاستراتيجي المأمول منه إضافة لفتح آفاق جديدة من التعاون في مختلف المجالات بما في ذلك السياسية والأمنية والاقتصادية كان من نتائج هذا الانفتاح والتباحث المشترك إقرار فتح المنافذ البرية حيث يرتبط العراق بالمملكة بحدود تصل إلى أكثر من 800 كم يتخللها من فتح جديدة عرعر والجميمة وفي خطوة هي الأبرز وصلت أولى طائرة سعودية إلى مطار بغداد الدولي للمرة الأولى منذ 27 عاما لتبدي المملكة من جانبها استعدادها لتقديم كافة التسهيلات الخدمية عبر مطاراتها والاتفاق مع الجانب العراقي على تسهيل رحلات مجدولة بالمطارات المختلفة تحرص المملكة على توطيد علاقاتها بالشقيق العراق بجميع قومياته ومذاهبه ترفض أي تدخل من شأن تفتيت لحمته ونسجه الاجتماعي هذا ما أكد عليه خادم الحرمين الشريفين خلال اتصاله الأخير برئيس الوزراء العراقي معبرا عن دعم المملكة لوحدة العراق وأمنه واستقراره ودعوة جميع الأطراف إلى الحوار لتجنب مزيد من الصراعات الداخلية